بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله إخواني المشاهدين وإخواتي المشاهدات في حلقة جديدة متجددة من برنامجنا قصص من القرآن في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نشتهد في وقفة إيمانية تدبرية نستنبط من قصة القرآن الحكمة والعبرة والعظات اليوم بإذن الله عز وجل إخواني المشاهدين وإخواتي المشاهدات نقف مع قصة يأجوج ومأجوج ما هؤلاء القوم هؤلاء القوم اللهم سبحانه وتعالى خلقهم وأعطاهم قدرة وقوة حتى أن الواحد منهم يعمر فيرى سابع أحفاده وهؤلاء القوم هم كثر ويتكاثرون بشيء مهول وكانوا يفسدون في الأرض فسخر الله سبحانه وتعالى للقرنين حتى يسد عليهم مكانه ويجعل بينهم وبين الناس حاجز وسد فلا يستطيعوا أن يظهروا هذا الحاجز ولا أن يثقبوا هذا الحاجز وبذلك كف شرهم عن الناس ولهم قائد وهذا القائد كل يوم يشتهدون في أن يحفروا حفرة ويخرقوا خرقا في هذا السد لأنه عالي ما يستطيعون يظهره فيشتهدوا فيه أن يفتحوا فتحة حتى يخرجوا على الناس لكنهم في كل يوم عندما يفتحوا هذا الفتحة بعد جهد جهيد يقولوا غدا سنكمل ولا يلهمون قول إن شاء الله فلما يأتوا من الغد فيرون أن الله سبحانه وتعالى قد أغلق هذه الفتحة الذين قد فتحوها وهذا الخرق الذي قد خرقه ويظل على ذلك أزمنة كثيرة حتى إذا أتى آخر الزمان وبدأت علامات الساعة الكبرى بالخروج وكذلك نزل عيسى بن مريم هنا يأذن الله سبحانه وتعالى أن يستمروا في هذا النقب والحفر فبعد أن يحفروا قبل أن يقولوا سنأتي غدا يقول قائدهم سنأتي غدا إن شاء الله فيلهمهم الله سبحانه وتعالى قول إن شاء الله فلما يأتوا من الغد يرون أن الحفرة ما زالت كما هي ولم تردم ولم تغلق وهذه فائدة إن شاء الله لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله اجتهد دائما إذا أردت أن تذهب لمكان أن تواعد شخص عندك موعد عندك حاجة قل سأفعل ذلك إن شاء الله سآتيكم إن شاء الله أريد أن أصبح كذا إن شاء الله ألق البنشيئة بالله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بالأسباب ولا تتعلق بالأسباب أخي المشاهد وأختي المشاهدة حسن التوكل أن تتوكل على الله وهذه الأسباب كلها أسباب دنيوية لكن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب فلما يقولون هذا الأمر يستمروا 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 في هذا الخرق حتى يهدموا هذا السد ويخرجوا على الناس ما الذي يحدث للناس عندما يخرجوا يجوج وما يجوج عليهم بهذا الفوج العظيم والكم الهائل هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله اشتركوا في القناة احياكم الله وإخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات وعدنا لكم بعد فاصل قصير وما إن يخرج يأجوج ومأجوج ويفيض على الناس كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يعني فتح السد وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يأتي يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون نسأل الله فيبدأون ما يرون أخضر ولا يابس إلا ويأكلونه حتى جاء من أخبارهم أنهم يمرون على بحيرة طبرية فيأتي أولهم فيبدأ يشربها حتى يأتي آخرهم عندما يمر على هذه البحيرة فيراها قد نشفت فيقول يأجوج ومأجوج فهنا كل المؤمنين مع عيسى عليه السلام يكونوا بعدما نزل يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يعتزلوا ويصعدوا إلى الجبل وأن لا يواجهوا يأجوج ومأجوج أن ليس لهم به طاقة فيعتزلوا ثم يأتوا يجوج ومجوج على الأرض كلها ويفسدوا وكل من يروا يقتلوه إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى فتسيل الأرض من الدماء ثم جاء في بعض الروايات أنهم يأخذون بسهم فيضربون به إلى السماء وهذه فتنة فينزله الله سبحانه وتعالى وبه دم فيقولون قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء تعالى الله أما يقولون لكن يقول هذا اختبار وابتلاء ثم يخرج الله سبحانه وتعالى بعد إفسادهم الدود في رقابهم فيبدأ بأكرهم حتى يموتوا ثم تصبح الأرض نتنا فينزل الله سبحانه وتعالى مطرا وسيل حتى يجرفوا ويذهبوا فتظهر الأرض من بعدهم وتنزل البركة في الأرض حتى يأكلوا من العنب والتين وغيرها الجماعة الكثر يأكلون من حبة واحدة يكفيهم فتعموا البركة في الأرض ثم بعد ذلك يموت المسلمين تأتيهم ريح تأخذهم ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة يجوج ومجوج أن يوم القيامة يقول الله عز وجل أخرجوا بعث النار فيخرجون من كل ألف تسعة تسمائة وتسعين كلهم يذهب في النار وواحد يذهب إلى الجنة يعني من كل ألف تسعمائة وتسعين يذهبون إلى النار الصلاة العافية من البشرية وواحد يذهب إلى الجنة فالصحابة رضي الله عنهم فزعوا قال كيف يا رسول الله كيف سندخل الجنة إذا هذه الطريقة وهذه الحسبة ربما يعني نكون من أهل النار خافوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مني أجوج ومجوج ألف ومنكم ما أحد يعني لا تخافوا فإن يجوج ومجوج من كثرتهم سيكونون في النار وأنتم تكونوا في الجنة وكما جاء في حديث آخر أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كباقي الأمم مقدارها ك الشعرة السوداء في جلد الثورة الأبيض وك الشعرة البيضاء في جلد الثورة الأسود أي أنها لا تعتبر قيمة أو عدد مقابل الأمم الكافرة وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فكما أخبرنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة مئة وعشرين صف ثمانون صف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه بشارات يفرح بها الإنسان وكذلك يحذر من فتنة يأجوج ومأجوج اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وابطا ورزقنا الجنة ونعيمها إنك يا ربنا سميع قريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر